التامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي ببادئ إنشاء مجمع صناعي متكامل لتوطين إنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية لدوي القدرة الخاصة وذلك بالتعاون مع الشركات الأجنبية العريقة في هذا المجال وخلال اجتماعه برئيس الوزراء وعدد من المسؤولين وجه الرئيس السيسي بالتوسع في تهيئة مرافق الدولة للتعامل مع دوي الاحتياجات الخاصة تبقى للأكواد العالمية في هذا المجال وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي وجه كذلك بالاهتمام بتأهيل الكوادر البشرية وتدقيق قواعد البيانات الخاصة بإعداد المستفيدين وحجم الطلب الكلي وبحث فرص إشراك القطاع الخاص المصري من دوي الخبرة في هذا المجال انعقد الاجتماع الوزري لألية التعاون الثلاثي التي تجمع مصر واليونان وقبرص بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري ونظره اليوناني والقبرصي وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة بنيويورك وفي بيان للخارجية أشر إلى أن الاجتماع أعاد التأكيد على قوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية راسخة التي تجمع القاهرة وأثينا ونيقوسيا في جميع المجالات وعلى كافة الأصعيدة وعلى ما أصبحت تمثله آلية التعاون الثلاثي بين البلدان الثلاثة من محور أساسي لسياستها الخارجية خاصة في التوقيت الراهن الحافل بالمستجدات الإقليمية والدولية والتحديات غير المسبوقة أكد وزير الخارجية سامح شكري أهمية مواصلة دفع العلاقات الثنائية بين مصر والمجر لا سيما فيما يتعلق بالشق الاقتصادي وخلال لقائه وزير الخارجية والتجارة المجرية على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة عرض شكري الفرص الكبيرة المتاحة للاستثمار في مصر كما تم الإعراب عن تطلع لعقد الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المصرية المجرية في بوداباست خلال الفترة القادمة أكد وزير الخارجية سامح شكري دعم مصر لجهود إحلال السلام في مالي واستعرضت تجربة المصرية في مواجهة الإرهاب ومكافحة الفكر المتطرف وخلال لقائه وزير الخارجية مالي عبدالله ديوب على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة أكد شكري على رغبة مصر في تعزيز العلاقة الثنائية مع الأشقاء في مالي ودعم مصر لكافة جهود تسوية الخلافات بالطرق السلمية وسلامة ووحدة الأراضي المالية نفت الحكومة ما تدولته وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إطلاق مبادرة تتعلق بتعبئة وتغليف الطعام المتبقي خلال قمة المناخ التي تصديفها مدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل لتوزيعه على المستحقين وتشير الحكومة إلى أنها بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجمعية الأهلية وصندوق تحيا مصر قد نجحوا في أوقات سابقة في تسجيل ألقاب عالمية بموسوعة جانس للأرقام القياسية وذلك بتنظيم أكبر قافلة مساعدات غذائية وإنسانية عرفها التاريخ لتوفير الغذاء والاحتياجات الأساسية للأسر الأولى بالرعاية في كافة ربوع مصر قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أن الوضع على خط المواجهة مع القوات الروسية يظهر وبوضوح أن زمام المبادرة مع أوكرانيا على خط المواجهة أدلى زيلنسكي بهذا التصريح بعد يوم واحد من إعلان القادة الذي عينتهم روسيا في أربع مناطق أوكرانية عن خطط لإجراء استفتاء حول الانضمام إلى روسيا وهي خطوة يمكن أن تصعد الحرب بشدة اتفق رئيس وزراء أوكرانيا دانيس شميهايل مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا على بدء عمل بعثة للصندوق على برنامج خاص جديد مع أوكرانيا في أكتوبر المقبل جاء ذلك خلال لقائهما في نيويورك حيث تحدث رئيس الوزراء الأوكراني عن التدابير الرامية إلى استقرار الوضع الاقتصادي المحلي في أوكرانيا وانتقال الاقتصاد في وقت الحرب وتقديم ميزانية الدولة لعام 2023 إلى البرلمان في الوقت المناسب اقترح أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي أن تستخدم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عقوبات ثانوية على البنوك الدولية لتعزيز سقف سعر النفط الروسي وفي بيان أعلن أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي عن إطار عمل لتشريع فرض عقوبات الثانوية والتي من شأنها أن تستهدف المؤسسات المالية المشاركة في تمويل التجارة والتأمين والسمسرة في النفط والمنتجات البترولية الروسية التي تباع بأسعار تتجاوز الحد الأقصى رشح الرئيس الأمريكي جو بايدن الدبلوماسية المخضرمة لين تريسي لتولي منصب سفيرة الولايات المتحدة لدى روسيا بعد تقاعد السفير الحالي جون سوليفن وتشغل تريسي حاليا منصب السفيرة الأمريكية لدى أرمينيا وينبغي أن يوافق مجلس الشيوخ على تعيينها في موسكو نهاية مجلس الثامنة عودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل